ألف مليون مبروك يا أهلاوية مبروك للجمهور العظيم عاشق الكيان نادي القرن في أفريقيا وملك الأرقام القياسية صحيح أهلاوي أنا والفخر لي ألقاب وراء ألقاب وحيفضل النادي الأهلي رقم واحد عبر التاريخ بطولة 130 بطولة بتزين أجمل دولاب بطولات في العالم 138 بطولة بتزين أجمل دولاب بطولات في العالم بطولة 42 دوري عن جدارة واستحقاق وأقرب المنافسين معاه 12 لقب بس مش عارف إزاي أقرب المنافسين مبروك يا أجدع جمهور الجمهور اللي تحمل كتير ووقف جنب فرقته بكل حب وانتماء وإخلاص دوري بطعم مختلف عارفين ليه؟ عشان الأهلي يتحمل كتير قوي السنة دي حروب من كل اتجاه كل يوم بتاع الأزمات ومشاكل وشائعات لكن الأهلي دايما قادر على تخطي الصعاب كالعادة دوري رغم أنف الحاقدين كان ليا شرف الفوز مع الأهلي ببطولات كتير قوي ومنها بطولات دوري لكن النهاردة إحساسي مختلف جدا حاسس إن البطولة دي مع أن أنا ما بألعبش من أحلى البطولات اللي عشتها كنت في الملعب قبل كده ودلوقتي بقدم للسوديو التحليلي بقناة الأهلي بعد التطوير وشرف لي أكون في المكان ده والأهلي بيفوز باللقب رقم 42 خامس لقب على التوالي ولسه الباقة شغالة برحب بديوفي النهاردة ديوف ونجوم السوديو التحليلي كابتن علاء ميهوم أهلا وسهلا بيك أهلا بيك ألف مبروك الله يبرك فيك أي من كابتن عدل عبد الرحمن أهلا وسهلا بيك منورنا أهلا كابتن مبروك الله يبرك فيك كابتن عدل مصطفى منورنا حبيب ألف مبروك الله يبرك فيك كابتن هاني العجيزي منورنا ألف مبروك يا حبيب الله يبرك فيك كابتن ألف ألف مبروك طول عمره الأول وحيفضل دايماً الأول وفوق الجميع وكفاياً عالأهل من الأهل ضغطوا من أول الصد الأهل كيان ومكان بالقلب وعشك عم الأهل في كل زمان مهدي الشياطين الحم بالقلب كيان ومكان بالقلب وعشك عم الأهل في كل زمان مهدي الشياطين الحم الأهل مهدي الشياطين الحم يتعلي معود جمهيرهم على رفعات الرص وعلى النصر اشهل يا تاريخي من الأهلي ده الاسم اللي بشارطة في مصر الأهلي في دم اللي حبه عامل زي الروح بول قسم الكرة حيبنا اسمها أهلي لو كنا نسميها بعز في الأهلي كيان ومكان في القلب وعشك عم للأهلي في كل زمان نادي الشياطين الحم للأهلي كيان ومكان في القلب وعشك عم فعلا الأهلي كان عظيم وصل وسيظل عظيم دائما كابتن علاء ألف مليون مبروك دول كالعادة أه لا ما أنا هقول لك قبل أي حاجة خالص وقبل مبارك لكل واحد ساهم ولو بجزء بسيط في البطولة الغالية دي طبعا ألف ألف مبروك لمؤمن زكري طبعا طبعا يعني واحد من أولاد المراتهم وصغرين ولعيد طوله عمره لعيد ما شاء الله عليه فكل حاجة على فكرة فيمكن أعلى حاجة للجمهير الغالية تهديها اللي هو الدور ده لمؤمن زكري على فكرة يعني ما شاء الله نفس كلها مجمع الموضوع ده أمان ده مش أول مرة يعني عشان بس مؤمن علاقة بي قريبة جدا لازم أقول الكلام ده نحن مسمينه دوري مؤمن زكريا دي حقيقة فعلا دي حدوري مؤمن زكريا بحركته الشهيرة اللي الناس كلها بتعملها في الشارع الوقت الناس كلها على فكرة مع حتى اختلاف الانتمال الأندية بيعملوا حركة الشهيرة بتاعت والله احنا ممكن نشاركوا فيها يالله يا رجال يالله جيد أهو أهو فألف أبروك لمؤمن زكريا أبروك لنادي الأهلي الوضع الطبيعي والحاجة الطبيعية اللي هو دائما الدرع موجود في الأهلي ممكن يخرج أربع خمس سنين مرة ست سنين مرة بس يرجع تاني المكان الطبيعي في حاجات كده طبيعية ما بتتغيرش هو الدرع معروف الدرع معروف ان هو موجود في الجزيرة موجود في فلادي الأهلي تبقى اتنين واربعين اربعة واربعين سابعين بطولة الموضوع الموضوع منتهي تماما بطولة الدورة عارفة طريقة ده أنا عايزة أقولك حاجة كده نعلاء تعرف اخر 14 سنة نادي الأهلي ياخده كم مرة 13 13 لا واضح انه يمنافسه اللي عجبني انه يمنافسه فعلا فيه ناس كتير وبتنفس النادي الأهلي على مرة للسنين اللي فاتت فألف مبروك أولا بقى المجلس دارة النادي الأهلي وكدت محمود الخطيب ألف مبروك لجمهير النادي الأهلي في كل مكان جمهير مش كبيرة انتعدوتهم مرحلة دي جمهير عظيمة فعلا بمعنى الكلمة مبروك للعيمة مبروك للإداريين مبروك لكل بص يا كابتن أنا عايزة بص على الصورة دي يا أم أنا مش شايف يا أم نظري ضعيف يعني أنا شايف كلها حمد يعني بص أنا شايف بس نسري الأهلي هو الموجود بص يا أم لو بصيت كده في كل صف مثلا ايه تلاقي مرة كل ست سبع سنين مرة كل كده فاهمني لكن هو يعني انت عارف هو معلش هي مجاملات أنت ففهم عشان برضو العين لكنه هو طبيعي يبقى الموضع ده كله على النادي الأهلي لكن ده هو النادي الأهلي النادي الأهلي وبطولات دي ما بيجيش منفراغ يا جماعة يوم ما بقى نادة كارن ما بيجيش منفراغ ستدقوني كابتن عليك ده 61 بطول الدوري النادي الأهلي ياخد 42 بطول الدوري يعني بيجيش منافسة ملف يبقى لك المنافسة قريبة قوي ما فيش منافسة يا أيمان ما فيش منافسة. يعني ما فيش منافسة بس بنقولها واحنا عارف بصخة كتا. عارف بتعارف بتقول منافسة مش اي كلام. او بتتعالى لا. انت بتقول ما فيش منافسة عشان انت عارف انت فين. مهم بتعرف انت فين. فاحنا عارفين احنا فين. وبننتمل ايه. وبنشجع ايه. ومين اللي بيحب النادي الاهلي قوي. فالف مبروك لكل حد حتى لو سام بجزء في الدورة المنتهي. عشان بس نتكلم من فترة. بس هو يعني كان مسألة وقت. مش ماتش مبارح. لا لا خالص خالص. مش ماتش مبارح. خالص. مباركة. الموضوع موضوع وقت ازا بقولك. لكن عايز اقول ايما بسرعة كده. انك انت بدأت قوي قوي. قبل كورونا. بعد كورونا هو ده البطل حيلي. طبع. كبنا عادل الالف مبروك احمد. الله يبرك فيك. خليني كابتن علاء اتكلم على مبركته للنادي الاهلي وعلى مؤمن زكريا برضو. انا بشاركوا موضوع مؤمن زكريا مؤمن زكريا برضو من الناس اللي انا اتشرفت وان انا دربتهم. يمكن هو من الصغر كمان. ويبقى دوري مؤمن زكريا. ولكن انا عايز اتكلم بسرعة مختلفة شوية. ايه الدوري العام. عشان بس نتكلم لانه اتنين واربعين بطولة النادي الاهلي واخدها. مش بسهولة زي ما الناس فهمها. لما تكون انت عاوز تكون بطل دوري عام. عشان بس نتكلم نفهم الناس. سيبنا من حتة الفرح. لا احنا خلينا نتكلم على الشغل والمجهود اللي بتعمل. دور عام مش بطولة يوم واحد. دور عام تنظيم. ادارة. استراتيجية. فكر. دائما بتبقى للامام. مجموعة لعيبة جيدين. مجموعة لعيبة كويسين. مدرب لازم يكون كويس. جمهور عظيم. قبل كل حاجة عندك جمهور النادي الاهلي اللي هو اقوى حاجة يعني اللي انا انه هو رقم واحد في كل حاجة. ولكن خلينا نتكلم كمان في ازاي النادي الاهلي بياخد بطولة الدور العام. عشان بس الناس ما تبتكرش اصل الكلمة. فايز بالدور العام كلمة سهلة. لكن هي فيها صعوبة. صعوبة انك انت تكون بطل اتنين واربعين مرة. من واحد وستين مرة. يمكن منهم حاجات اكتر من مرة. انت كنت مفترض تاخدها كمان. بس حصل ظروف. ولكن في الاخر. انت علشان تاخد البطولة يبقى لازم لازم يكون عندك ادارة كويسة قوي. طبعا. وانا ببرك للادارة. ومجلس الادارة. ببرك لهم. لانهم تعبوا السنة دي قوي. صحيح. اتشدوا كتير قوي. حابوا يخرجوهم عن الاطار. ما قدروش. تحملوا حاجة كتير فاني. ودي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية المهمة. الفرقة النادي الاهلي حتى كلاعبين. وكمدرب وعيدريين. برضو جاز سيد عبدالحفيس كمان. برضو اتضغط عليهم ضغطة قوية جدا. ولكن صمدوا. وشغالين. وهو ده النادي الاهلي. فيبقى السر في بطولات النادي الاهلي. الاتنين واربعين. في ادارته. وقوته. على مدار العمر كله. تيجي تتكلم على المنافسين. وانت بتتكلم عليهم. انا شخصيا ما ببصلهمش. يمكن انا عندي تصريح. قلت السنة دي وديهم فاجأة. تاني أسبوع في الدوري. قلت النادي الاهلي يخلص الدوري. وفي احد القنوات الفضائية وممكن نرجع لها. قلت النادي الاهلي هيخلص الدوري السنة دي. باسابيع كتير قوي. علشان النادي الاهلي قادر على الالتزام وقادر على الاستقرار. دي حاجة كبيرة قوي. المهم الايام الجاية اللي احنا نعمل ايه. نفضى بقى لبطولة افريقيا ان شاء الله. بازن الله ان شاء الله. وطبعا الاهم لينا دلوقتي الفترة اللي جاية بازن الله ان احنا نركز بطولة افريقيا. ولكن برضا كابتن عادل مش عايزين ننسى نقول لك الف مبروك. لا احنا كتير للفترة فاتت في الكورة وكان فيه حاجات ايجابية كتير وكان فيه انتقدات كتير ودي يعني هو ده اللي النادي هيتعود عليه. طول الوقت هو هو الحاجة المضيقة. فالحاجة المضيقة دايما الناس كلها مش هاول بتنتقدها. الناس اللي كلها اللي مش منتمية لها بتحاول شوية تشدها لتحت. وده طبيعي. وانا كنت شايف حاجة طبيعية الناس الفترة فات كان فيه ضغوط كتير جدا على كل المستويات على اللاعبين وعلى الجهاز وعلى الادارة وعلى الجمهور كمان خلي بقيت كمان الجمهور بيتضغط زيكم كمان الجمهور بيتضغط اكتر منك. ان الجمهور بيطلع طاقته كمان. يعني بيطلع طاقته في وقت. اه هو كمان محروم ان يكون موجود في الملعبة. ودي نقطة اه برضو مش سهلة ان ان انت تاخد دوري ومعاكش جمهور في الملعبة. طول الوقت النادي اهلي كان بيتميز على كل الفرق بالحتة على الجمهور. حتة الروح والقلب وان ان انت لو مستويك بعيد شوية الجمهور بيرجعك تاني. فنادي لا هي كان فقط ده كمان بقاله فترة. ومع ومع ذلك برضو بياخد البطولات. وبطولات حاجاتنا كنت عادل التكلم في نقطة مهمة اللي هي اه ان ده وقت طويل. البطولة بتاخد وقت طويل. صح. كل الفرقة المصرية معظمها. كل الفرقة اللي بتنفس على بطولات قصيرة في وقت قصير. اه ممكن نسبة نجاحها بتبقى اعلى من ان انت تتنفس على بطولات على مدى بعيد. حتى منتخب مصر. حتى منتخب مصر. منتخب مصر بقى مميز جدا في البطولات المجمعة. صح. اه شوف كل البطولات اللي اخدناها وكل الحاجات انت اه شاركت فيها هتلاقي انت البطولات المجمعة بتاديها بشكل كويس جدا. ولكن ان يبقى عندك اه اه عندك صبر واحترافية و اه وتخطيط على المدى البعيد. ده بيبقى فيه شوية صعوبة. المؤسسة الوحيدة اللي في الرياضة اللي بتعمل ده في مصر النادي الاهدي. النادي الاهدي الوحيد اللي بيخط على المدى البعيد. الوحيد اللي بيخطط وانت في النشئين انت بتفكر يعني كمان كم سنة هتبقى هتبقى عامل ازاي? كمان كم سنة في ريتك هتبقى عاملة ازاي? مع التدعمات طبعا اللي بتيجي من برا النادي وده 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 شيء طبيعي بيحصل في كل انديتة العالم في ريان مادريد وبارشلونا ومانشستر يونايتد كل الفرق طبيعي بيبقى عندها ناس من النادي متربين جوه النادي وبقى في صفقات. عشان برضو مبقاش طول وقت الناس فاكرة ان الانديات الكبيرة كلها بس هم الكتاع النشئين بس هورا بيطلع. كتاع النشئين ليه جزء بيطلع بيطلع منه لعيبة وبقيت الفرقة بتشتريها بتشوف لعيبة مميزة فيها كل على كل العصور كل العصور طبيعي جدا الفرقة الكبيرة كل ناس بتتمنى تلعب ليها. دي نقطة نقطة تاعت الجمهور. آآ نقطة التانية يعني بالنسبة للناس اللي كانت منتمية للنادي الاهلي او ان هي كان كان لها دور موجود معنا الفاتر اللي فاتت مبقيتش موجودة. آآ انا بس عايزة يعني عايزة شوف بس احساسه دلوقتي احساس كل واحد دلوقتي. وانت واخب بطولات وآآ ومع الوقت كمان البطولات دي هتزيد ورصيدك هيزيد. طنهاردة بتتكلم مسلا فيه لعيبة قاعدة عندها بطولتين. ما شاركش. فيه لعيبة ما شاركتش. يعني مصطفى شوبير ما شاركش وعنده بطولتين دوري. ورس عنده عشرين سنة. وفيه لعيبة تانية برضو اللي داحت سقع عربي بدر والولاد الصغرين وعنده بطولات. مع الوقت آآ هتعمل بطولات وبتعمل فلوس. بس في الاول وفي الاخر الناس بيش هتقايمك بفلوسك. الناس هتقايمك ببطولاتك. صحيح. هتقايمك بتاريخك جوه النادي. فدي حاجة من الحاجات اللي عندنا جيل جديد لازم يشرب دا ولازم يتعلم دا. ان انت طول الوقت لازم آآ تحارب جوه المكان عشان تبني تعمل بطولات كتير وتحصل بطولات. النهاردة كمان في المباراة آآ الدوري منتهي. فطبيعة عادي جدا نهازر نبسط المباراة تبقى آآ آآ عادي تتلعب بقى كل بقى اي اجواء. لكن النهاردة تتكلم في التشكيل بتلعب فول تيم. احنا النهاردة احنا اللي موجودين والجمهور مش هيقبل حاجة انت تكسب. حتى وانت كمان بتحتفل بالدول. مش ان هو ان انت حد يعكن عليك الدولة. انت تعودت على كده. انت تربيت على كده. عايز تكسب. وكل الناس اللي موجودة حتى لو احنا بنلعب مباراة خمسة مباراة خماسي في اي حتة هتبقى عايز تكسب. هو ده اللي الناس اللي برا النادي الاهلي اللي ما تقدرش تفهمه. عشان هو فيه حاجة معشهاش. هو طول الوقت شايف انت انت عامل هلل ايه على ايه. فانت مش هتفهم غير لما تعيش. ادخل عيش في مكان. من اول فرض الامن. انت لما تخسر البطولة وانت داخل النادي. فرض الامن يعني اكتر واحد بيعابك. هو بيتكلمش. بس بصته ليك ونظرته ليك وانت داخل. تعبير. تعبير ان هو انت انا خسرت البطولة. دي حاجات فيه حاجات مش هتفهمها. فيه ناس مش هتفهمها. فيه ناس ما عاشتهاش. صحيح. اللي عاش يوم في النادي الاهلي او اسبوع او ست شهور او سنة. هيفهم ده. فيه بطولات بتكسابها وفيه طراب الطبيعي بتخسرها. بتتعلم ده من العامل. ومن من فرض الامن. ومن عامل قط اللبس. وكلها منظومة واحدة. سعيد. وكلهم هدفهم واحد. لو روحت تركين عربيتك هتلاقي بتاع الباركينج جوها في الباركينج السايس. هو بيفكر زيك. ايه. هو مش عايز منك فلوس. هو اه. يعني هو اكل عيش وكل حاجة. بس فلاقف الاخر هو عايز بطوله. ايه. فاللي عايش جوه المكان. اللي عايش جوه المكان. هو اكتر واحد يفهم الكلام ان احنا بنقوله. والناس اللي ما عاشتش مش هتعرف وتعذرها. انا باعذر الناس اللي طول الوقت بتتكلموا على حاجة مش موجودة او بتتكلموا على حاجات اه في خيالكو. لأ. انت ما عاشتش عشان كده انت مش تعف تقدر ده او تفهم ده. فطبيعي انا انا مشفق على كل واحد ما دخلش جوه النادي الاهلي. وما شافش او ما عاش الحياة اللي موجودة. عشان كده هو مش قادر يقايم. اه. ومبروك لنادي مصطفى برضو قال. الفوارئ كبيرة اوي. ولكن البطولة صعبة. طبعا الكابتن. اول حاجة عايز اقولها طبعا. مبروك لنادي الاهلي. بطولة فعلا. فعلا. بطولة مهمة السنة دي. ان النادي الاهلي ياخد بطولة الدوري. في ظل الظروف اللي مرنا بيها. الفترة اللي فاتت دي كلها. انا شاف ان البطولة دي هتفضل في 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 الازهان. الفترة طويلة جدا. انها اسمها بطولة. اول حاجة زي ما كابتن عليها بطولة مؤمن زكريا. اتاني حاجة بطولة يعني المشاكل والكلام كتير. والرغي كتير اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت. ان الناس مش عايزة الدوري يرجع. والناس مش عارف ايه. والكلام ده. فنادي الاهلي يا جماعة. اول ده الطبيعة بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي بطولة الدوري دي مفهوض ان هي يعني خلاص يعني يعني زي كرصانة كده كابتن عليها مفهوض تكتب باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي ده حاجة انا من رأيي شايف أن الموضوع بالنسبة بطولة الدوري دي حاجة بيتعادية جدا يعني التفكير كله دلوقتي يعني أي مدير فني ييجي مفهوض أنه بيتعاقد مع النادي أول حاجة كانت عادة بطولة إفراكيا بطولة الدوري ما بيتكلمش بيها لأن الدوري ده ببقى يعني شبه محسوم بالنسبة 90% الغريب بقى كابتن أيمن أن أنت لو ما خدتش الدوري هي دي هي دي اللي بتبقى حاجة يعني شازة أن أنت ما خدتش الدوري دي فدي حاجة بتبقى صعبة على جمهور النادي الأهلي يعني آخر مرة حصلت من خمس سنين 2015 لما نادي الزمان قدت دوري كان فيه طبعا يعني إزاي إن النادي الأهلي يخسر بطولة لكن لما الفرق الثانية بتخسر الدوري فده بالنسبة لهم عادي فأنا شايف أن البطولة كانت بطولة مهمة سننادي للنادي الأهلي عايز أبارك لكل الناس اللي كانت موجودة في جهازه كورة وفي الإدارة وحتى الناس اللي بتشجع لازم نازل تاخد حقها كواس جداً الناس تعبت على مدار أكتر من 12 شهر أو سنة تقريباً لأنه كان فيه خمس شهور كان فيه كورونا الناس تعبت لازم تاخد حقها طبعاً الإدارة عملت اللي عليها وأكتر الناس ما أثرتش في أي حاجة ووفرت كل الإمكانيات للعيبة الجمهور طبعاً برضو كان ليه دور كبير جداً أكابتن آيمن أنه كان في ظاهر اللعيبة دايماً ودايماً بيتصدى لكل المهاطرات اللي كانت بتحصل على السوشيال ميديا فطبعاً مبروك للنادي الأهلي وأتمنى إن شاء الله أني دي تكون دافع قوي بإذن الله لبطولة إفريقيا إن شاء الله ألف مبروك كابتن آيمن خلينا بقى نروح دلوقتي للمرسلين في كل حتة في كل مكان هنروح لكريم أحمد ملعب المباراة ومريم سميح من أهل الجزيرة ونورهان طمعاً من أهل مدينة نصر وهانا أبو القاسم من أهل الشيخ زايد نشوف الأجواء أخبارها هناك والفرحة والسعادة في الأماكن لنا فضل يا كريم بجد التحقيق لك كابتن آيمن شاوي طبعاً وألف مبروك لك وألف مبروك لكل جمهور وعشان مطبيعة قناة ألف كل مكان وجوم الستويل التحليلي دوري صعب ودوري مهب لكن هي دي لعبة النادي الأهلي وهي دي شخصية النادي الأهلي الناس بتتكلم كتير بتقول تم حسم الدوري قبل سبع أسابيع ده يمكن لأن النادي الأهلي قوي ونادي الأهلي عنده هدف تذكرته يمكن قلته 42 دوري من 61 دوري أنا عايز أقولها كمانا كابتن آيمن يعني من خلال الإحسايات والأرقام ما فيش فرقة في العالم قدرت أنها تحصل على 70% من بطولة الدوري العام يعني النادي الأهلي الوحيد في مصر هو اللي قدر حصل على 70% من البطولة 61 بطولة يعني نقدر يقول 42 منهم 70% وأكتر كمان ده يدل على مجود كبير بيبزن من اللعبين الجهاز الفني مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة اللي قدر يوفر منك طيب لكل لعبة النادي الأهلي تصدى الهجمات كثيرة جدا تصدى الأقويل وأخبار وأكاديب كثيرة جدا قدر أنه هو يفصل لعبة النادي الأهلي بشكل كبير عشان يكون تركيزهم فقط لغير في بطولة الدوري العام وبالفعل قدر النادي الأهلي أنه هو يحصد لقب بطولة الدوري العام رقم 42 مبروك من جديد ليك كابتن آيمن مبروك لجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي برضو زي ما أنتوا ذكرتوا كان ليه دور كبير جدا 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 أنه لن ينصاق ولم ينصاق إلى أي أقويل كان بتقال على العيبة النادي الأهلي كان دعمه صند حقيقي في كل مشكلة وفي كل أمر بيحصل كان جمهور النادي الأهلي بيضرب مثل كبير جدا هو ده جمهور النادي الأهلي اللي احنا بنتمنىه وكنا بنتمنى كمان النهاردة حتى لو عدد قليل عكبتن آيمن يكون متواجد من جمهور النادي الأهلي الأمر كان يكون مختلف الفرحة يكون مختلف لكن خلاص إن شاء الله بإذن الله نهاردة يكون فرحة كبيرة لكل عيبة النادي الأهلي الأداء والنتيجة النهاردة منتظرين وبشكل كبير جدا عشان الفرحة تكون كاملة النهاردة وإن شاء الله كالعادة بإذن الله يكون عقب هانتهاء دي المباراة يكون معنا لقاءات مع العابة النادي الأهلي الجهاز الفني كل الأمور مجلس الإدارة إن شاء الله نفرح معهم ونهنيهم على لقب بطولة الدوري العام رقم 42 أنا عايز كور سريع جدا كابتن آيمن طبعا وهي اللافتة الرائعة والمميزة جدا من نادي مصر المقصة اللي بالتأكيد يعني هيكون فيه ممر شرفي لعابة النادي الأهلي الحاصرين على لقب بطولة الدوري العام هم جايين معهم طبعا عقب وصولهم وبشارة شفنا معهم طبعا ورود وشفنا معهم أمور كثيرة جدا تدل إن شاء الله يكون ممر شرفي رائع يليق بإسم النادي الأهلي ويليق بنادي القرن ويليق بالحصول على لقب بطولة الدوري العام رقم 42 الأمور كلها ماشي بشكل رائع كابتن آيمن بقوا في انتظار بداية المباراة وإن شاء الله كون المباراة من سبنا كابتن آيمن عود ليكو لو فيها سفسارات فاضل يا كابتن آيمن إن شاء الله يا كريم ومن ملعب بران نروح سريعا لأهل الجزيرة وزاملتنا مريم سميح مريم عايشين الأجواء عندك في أهل الجزيرة بجد التحية على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا برحب بيك يا كابتن آيمن وكل نجوم الستوديو التحليلي دايما منورين شاشة قناة النادي الأهلي الحقيقة يا كابتن الأجواء هنا يعني مش قادر أوصف لحضرتك هي طبعا منعكس علينا بشكل تهم أجواء الفرحة العريمة يعني تسيطر على جميع الأجواء كل الأعمار السنية موجودة هنا إحنا هنا في محيط الشاشة العملاقة من أمام المبنى الاجتماعي كل الأعمار السنية جاءت مرتديين تيشيرت الأهلي حاملين أعلام النادي الأهلي طبعا آه إحنا فيزين آه إحنا تم تتوجنا بالدوري الـ 42 ولكن عايزين نعمل سكور كبير جدا يبقى فيه فارق نقاط بيننا وبين أقرب منافسينا ده اللي تكلمنا فيه مع الأعضاء هنا من مقر نادي أهلي بالجزيرة طبعا الأجواء هنا كمان استثنائية ورائعة يا كابتن أيمن نظرا لأنه مستقر درع الدوري طبعا الـ 41 وإن شاء الله هيكون مستقر الدرع الـ 42 منذ تواجدنا يعني من بداية اليوم كنا موجودين أمام دولاب البطولات واللي فيه طبعا درع الدوري كل الأعضاء توفدوا أمام هذا الدولاب طبعا للتقاط الصور معاه وطبعا هنا زي ما نقلت لك يا كابتن في البداية يعني الأجواء حماسية جدا الناس مستنية طبعا لعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا للتتويج وطبعا كان فيه جهود مكثفة من قبل القائمين على النادي الأهلي طبعا علشان دي أجواء استثنائية وهيبقى تتويج في أجواء استثنائية بسبب فيروس كورونا فتم طبعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة الأعضاء وعلشان اليوم يمر بسلام ويكون الاحتفال بشكل مختلف عن جميع السنوات اللي فاتت خاصة أن هي أجواء استثنائية يمكن كانت دي أبرز الأجواء هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة بشكرك يا كابتن والكل نجوم للستوديو التحليلي عودة للستوديو مرة أخرى وانتير من أهل الجزيرة لأهلي مدينة نصر ونعيش أجواء الفرحة هناك مع زملتنا نورهان طمعا مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا منا فرع النادي ومقر النادي من مدينة نصر حيث أجواء كرنفالية كبيرة جدا جدا بين أعضاء النادي طبعا بعد التتويج رسميا بالدوري 42 استوديوهات تحليلية مصغرة بين الأعضاء وبعضهم عن مباراة اليوم البعض شايف أن احنا ممكن يعني يبقى فيه تشكيل مريح للفريق بعد ما ضمان التتويج بالدوري والبعض الآخر شايف أنه النادي الأهلي لازم يكسب كل المباريات بغض النظر عن التتويج خلونا كمان نقول أنه كان فيه عدد كبير جدا وحضور جماهيري مكسف جدا أمام الشاشات هنا أربع شاشات يعني عملاخة جدا طبعا مع الأخذ في الاعتبار باتخاذ الجافة كافة الإجراءات الاحترازية بينص عليها بروتوكول وزارة الصحة لمنع تفاشي فيروس كورونا هنا زي ما قلنا أجواء كرنفالية جدا استوديوهات تحليلية مصغرة يعني فرحة كبيرة جدا ما بين الأعضاء وتواجد جماهيري مكسف جدا ده كان المشهد هنا من داخل مقر مدينة نصر 42 مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو ومن أهلي مدينة نصر حنروح لزميلتنا هانا بولقاسم أهلي الشيخ زايد برحب بيك كابتن أيمن برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان الحقيقة الأجواء هنا في نادي الأهلي فرع الشيخ زايد مليانة بالفرحة والسعادة طبعا النصر الأهلاوي اقتنص الدوري الـ 42 أمس الحقيقة كل الأهلاوية حاسين بالفرحة والراحة الأعضاء بالفعل بدأوا التواجد في الفعل بالرغم من حصد البطولة أمس لكن هم برضو بيجايين يشجعوا الفريق ويبقوا في ظهره لتحقيق الأرقام القياسية احنا فرقين طبعا عن تاني الدوري بـ 17 نقطة وأقوى خط هجوم بـ 63 هدف وخط أقوى دفاع بـ 8 أهداف فقط حب كمان أأكد على كل الأعضاء أن كل الإجراءات الاحترازية موجودة طبعا بداية من التعقيم الكامل في الدخول على البوابة وكمان التباعد الاجتماعي والحقيقة أن كل الأعضاء هنا منتظرين بداية المباراة نتمنى طبعا الفوز لفريقنا وعمل مباراة جيدة هذه الأجواء هنا في النادي والعودة مرة أخرى للستوديو شكرا جزيلا للمرسلين الأعزاء كريم أحمد مريم سميح أنا أبو القاسم نورهان طمعا وحنتكلم على الأجواء الفنية للمبارات الأهلي والمقصة مع ديوفنا الكرام ولكن بعد الفصل مرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وجلنا تشكيل النادي الأهلي دلوقتي محمد الشناوي لحراس المرمى محمد هاني نحية اليمين علي معلول نحية الشمال نيم في القلب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف نيم في نص الملعب حمدي فاتحي عمر السلية نحية اليمين قدام محمد هاني أجاية محمد مجدي أفشا جيرالدو نحية الشمال ورأس حربة قدام أليوباجي مرة تانية محمد الشناوي محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول حمدي فاتحي عمر السلية أجاية محمد مجدي أفشا جيرالدو أليوباجي بودلاء مصطفى شوبير محمود وحيد أحمد الشيخ أليو ديانج حسين الشحات وليد سليمان مروان محسن محمود كهربا رامي ربيع كابتن علاء إيه رك في التشكيل والطريق النهاردة خلصنا احتفالات والحمد لله نتنام نخش باقي في المباراة طبعا المهم بس عبل المتكلمة تشكيل الوكيدة طبعا لفتة ممتازة من لعيبة المخص ومسؤولين مقصة على الممر الشرف الحاجة راقية جدا وحاجة مفروض تبقى الناس كلها تتابعة الرياضة دي حاجة 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 محترمة وحاجة عالية جدا مش عايزين يخليها تحت الأرض كويس انك قلت الموضوع دوت بس في عجالة برضو أنا عايزة أسأل سؤال وهو مالوش رد لحد دلوقتي ليه ما يتمش وانا لا رد لا ليه ما يتمش تسليم الدرع في الملعب زي ما مشوفه كل الدوريات وما أحد المسؤولين نهاردة قاله في آخر مباراة يسلم لا لا آخر دوري أو آخر دوري آخر مباراة في الدوري أه آخر مباراة ليس النهاردة أكيد آخر مباراة في الدوري سيتسلم ده اللي أنا عرف نتمنى ذلك إن شاء الله لكن فعلا اللفتة ممتازة من المسؤولي المخص أولا وأكيد كابتن إعلاف ولعيبة المخص نرجع لهم بوراء الشكل على الأولى 4-2-3-1 ما فيش تغيير كتير أعتقد أن التشكيل الأمسل لناد الأهل أو الطبيعي بلعب بيبقى لفترة كبيرة ممكن بس بتغييرها مع فاتح مع هاني لكن هو ده مستفير بقتم التشكيل ده لكن هو بس علامة الاستفاهم اللي هنتكلم فيها ولو حد عنده رأي أنه هو أغاية ناحية اليمين هل أغاية بيبقى ناحية اليمين وهيبقى تحت بجي ويلعب 4-4-2 وهيبقى مجدي ناحية اليمين وهيبقى جرارد وهيبقى راحة الشمال ده جايز والله هيبقى نفس التشكيل كده هنشوف ببداية مورا لكن هو يعني متعودين احنا علاجية مع علي معلوم أول جايز وهيبقى جرارد هو ناحية اليمين محمد مجدي هو الراجل البلاي ميكر اللي أنا يعني بتمنى يبقى هو ده التشكيل على الولا ده هو اللي يبقى بي نادي الأهل قبل كده بتحصل يا ايمن لكن ما عرفش مستدفر اللي بماغه النهاردة لكن يعني وجود مساء اتنين في القلب اللي هما الاتنين المدافعية حمدي فاتحة والسلية محمد مجدي مكانه الطبيع اللي لازم يموجود فيه هو رقم عشرة اللي هو راجل صنع لعب بتاعك ويبقى أجيز وجرارد لكن حتى كمان فيه تغييران تحصل أن أجيز يروح عند عالم علول وجرارد ويحن هتلمين مع محمد هاني دي اللي احنا ممكن نتكلم أو نتنقش فيها وده طبيعي جدا ما فيه مشكلة إنك مهم جدا يفصلنا عندك صنع ألعاب النهاردة تلاعب في رئيه محترم منظم جدا هتلاقي صنع ألعاب النهاردة موجود محمد إبراهيم النهاردة اللي هيفري معاك واحد بيعاف تصرف نص الملعب هو ده اللي هيبال نهاردة كابن عادل من تشكيل النازي الأهلي والطريقة اللي احنا شايفينها كنا المباراة اللي فاتت دايما بنلعب راسين حرب كويس وبعدين بيأتي مستر فيلر في الدقيقة حاجة وثلاثين أو في الشوت التاني بيبتدي زبط الأمور التاني فتقريبا بيديع مننا فترة كبيرة الشوت الأولاني وبيبتدي كأن بنبتدي المباراة الشوت التاني النهاردة هو بادئ برأس حربة واحد وتقريبا ده التشكيل المثالي هل حنشوف من بداية المباراة فعلا زي ما قال الكابتن على ما يهوب الطريقة دية محمد مجدي أفشا في النص وقال يو بجي قدام ويبقى جيرالدو أجي ويمكن كابتنا لقى عنده اعتراض أن أجي ناحية اليمين فهو لازم يكون ناحية الشمال فالطريقة دي هي دي الطريقة اللي تناسب النادي الأهلي بوسى كابتن هو البداية الأهلي بيلعب دايما 4-2-3-1 ده على الورق ولكن جو الملعب فيه تغيير كتير قوي بيحصل على حسب مجرات المبرأة وعلى حسب الفريق اللي يلعبك بمعنى أنك أنت مش لازم كل يعني السيستم بتاعك اللي هو 4-2-3-1 مش لازم كل مبرأة تلعب به جو الملعب أنت بتغيره على حسب الفرق أو قوة الفرق الأخرى فالنادي الأهلي عدم المركزية في التلاتة اللي قدام كابتن علي يتكلم على جيلاردو وعلى أجيه أن أجيه عمرو ملايب ناحية المين ودي فعلا ولكن عدم المركزية أو مفيش مركزية تبقى بينهم هتلاقي أجيه أوتوماتيك راح مكان جيلاردو جيلاردو هو اللي يجي ناحية المين أو هينزل الاتنين هينزلوا نص الملعب واحد فيهم ممكن يبقى راس حربة تاني جنب اليوبادي بس أعتقد تعليمات من بره يا كابتن عدل بس يا كابتن مش لازم الاسم يبقى موجود في المكان المهم لازم يكون واحد يعني مش لازم عجيب ناحية المين لأ هو لو واحد وقف ناحية المين حتى مجد أفشع عدم المركزية هي دي اللي أنا بتكلمك عليها انت كذبان دوري دلوقتي انت هتلعب بثقة الحتة دي كانت انت مفتقدة سنة كانت لازم بتتعامل من بره ليه لانك انت بتكلم على بونت وعلى قوة وعلى مباراة وعلى خلاص انت دلوقتي بتلعب كرة مفروض هتلعب كرة كويس ما فيهاش شد عصب يجامل رغم ان النادر قال ما عندوش حاجات دي ولكن حتة انه هو هيقلبها 4-4-2 ممكن في أحيانا وفي وقت ثلاثة واحد يبقى ده السس من اللي بنلعب به لا انت بتتكلم في النحلة وجومية بتغير ممكن تغيرها وبيبقى ستة بيهاجم بس انت ترجع تاني تدافع وانت بتهاجم وانت بتهاجم وانت بتدافع النادر الاهل ينجح فيها السنة دي في مباراة الدور كتير قوي ان هو يقدر في أوقات كتير قوي بيغير طريقة لعب وجوه الملعب ودي بتاعت مدرب وبتاعت لعيبة عندهم خبرة لو اللعيب ما عندوش خبرة زي مثلا انا اديك مثال بمجد افشا في مباراة من المباريات لعب نحي اليمين مباراة الزمالك ما ادلش اديها ليه لانه ما عندوش خبرات المكان ده وسرعات فلما نزل جوه كان بيبقى مؤسر عشان كده بقولك الطريقة والشكل محطوط على الورق ولكن جوه الملعب هيبقى فيه تغيير كتير قوي هيبقى فيه عدم مركزية في الحتة الامامية هنتكلم عن تشكيل مصر مقصة مع انجوم كابتن عادل مصطفى وكابتن هاني العجيزي ولكن بعد الفصل مرحب بكم مرة ثانية يا عزيزي مشاهدين ومعانا تشكيل مصر مقصة محمود حمدي لحرص المرمى عصام صبح ناحية اليمين أحمد محسن ناحية الشمال اثنين اللي في القلب محمد دبش أحمد مودي دمو اثنين في نص الملعب صلاح ريكو خالد اوتشو قدامهم ثلاثة ميدو جابر ناحية اليمين حمد ابراهيم في النص بول مفوافي ناحية الشمال ورص حربة قدام عمر مرعي مرة تانية محمود حمدي عصام صبح محمد دبش أحمد مودي أحمد محسن صلاح ريكو خالد اوتشو ميدو جابر محمد ابراهيم بول مفوافي عمر مرعي كابتن مع إيهاب جلال غير قبل إيهاب جلال طبعا الفترة فاتت الفرقة فيها استقرار وفيها كابتن إيهاب متعود على المكان ده هو عنده عنده سقط المكان وعنده خبرة المكان في كيميا طبعا دي مساعدة وحتى هو لما جايه من المقصة كان ماشي في التوب فورم من المقصة كان ماشي وهو تاني الدوري وكان عندهم طروط أفريقيا فكان فيه ظروف كتير تسمح له النجاح بعد عودته واللعيبة كمان كتير هو عارفها وهو جايب معظم اللعيبة دي ففي يعني في كيميا بين اللعيبة والجهاز ما حيط قلت وهو عنده خبرة المكان متعام على الإدارة بشكل كويس المقصة بيلعب 4-2-3-1 مباراة وما بتشغلش على تفاصيل كتير النهاردة في المباراة فيها تفاصيل كتير وانا دي الاهل لو ما بصش التفاصيل دي او ما قراش المباراة من بدري من جوه المباراة وان هو يحضر لها كويس هيقابل صعوبات ميدو جابر وباول مفوفي بلعب عطول في قلب الملعب معهم محمد ابراهيم ده معانا انت محتاج الاثنين الاثنين الاجنحة يعملوا الواجب الدفاع بشكل كويس جدا اي حاجة هتعمل غير ان افش يبقى هو رقم عشرة واجاي وجيرالدو جناحين اعتقد الملعب هيتاخد من الاهل لو الاهل لعب النهاردة 4-4-2 صريح زي المهارات اللي فاتت هبقى في صعوبة نص ملعب هيتاخد ونص ملعب النهاردة مختلف عن الماتشاط اللي قبل كده في لعيبة في التلت الاخير في المقص عندها مهارات فردية عالية لو تساب لها فرص اعتقد ان الامور هتبقى صعب على الاهل فالمهم جدا يبقى 4-2-3 من البداية ان شاء الله كابتن هاني مش صعب اكيد اكيد كابتن اهاب جلال طبعا معودنا ان ماتشاط الكبيرة بيلعبها مع النادي اهل ماتشاط حماسية جدا اعتقد النهاردة النادي المصر المكاس هو كابتن اهاب جلال النهاردة في المركز السابع كابتن ايمن محتاج اللي هو يكسب النهاردة 36 بط لو كسب هيبقى 39 هيمنوت مركزين هيبقى في المركز الخامس فاعتقد النهاردة المبورة مهمة جدا 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 للكابتن اهاب جلال طبعا التشكيل النهاردة نفس التشكيل اللقب اخر ماتش افسي مصر باستثناء حسن فتح بس مكان عصام صبحي نفس التشكيل اللقب بالراجل يعني فيه قوام اساس الرجل بيشتغل عليه وماشي كويس يعني الرجل التلات ماتشاط اللي فاتوا كسب الاتحاد السكنداري تقريبا وكسب اخر ماتش افسي مصر وفيه ماتش تقريبا في النص مشفاكر كان مين فهو الرجل يعني الكامية زي ما انت حدق قلت كابتل ان الكامية رجب على نادي المصر المكاسة واعتقد ان الماتش النهاردة هيبقى فيه كلام كتير اوه هيبقى ماتش حماسي واتمنى طبعا يعني النادي الاهلي خلاص حسن بالدول النهاردة ومفهوض ان فيه اريحية النهاردة تبقى يعني الاداء يبقى احسن بكتير في الفترة اللي فاتت اعطاك النهاردة المباراة تبقى فيها كلام كتير اوه بإذن الله رب العالمين ونروح نتفرج على احداث الشتر الاول من مباراة التدويج والممر الشرفي لابطال النادي الاهلي ابطال الدلع رقم 42 ونرجع مرة تانية بين شوتان المباراة للحديث عن احداث الشتر الاول